اهلا وسهلا بحضراتكم مرة اخرى اعزائي المشاهدين طبعا ما فيش حد مصر النهاردة ما اتفرقش على مباراة اوغاندا وغانا اولا شفتوا الملعب كان عامل ازاي وتفرقتوا على الجورن اللي كان بيلعب فيه منتخبنا الوطني يعني دار حسمي جورن اللي حقيقة مش حسميه ملعب يعني الواحد لعب في ملعب سيئة كتيرة جدا 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 ولكن ان يصل السوق بهذا الشكل اعتقد ان ده يعني شيء مش طبيعي الاتحاد الافريقي يجب ان يكون له وقفة في هذا الموضوع لان ازاي ازاي بلد كبير بحجم اوغاندا ويكون عنده ملعب بهذا الشكل عموما كل ده ملناشى علاقة بيه كل ده مش حايزين نتكلم فيه كل اللي يهمنا ان غانا تعادلت مع اوغاندا سلبيا وكان غانا هي الاقرب للفوس في هذه المباراة الحقيقة وخلينا فيهر يعني وجهت انا كنت شايف ان هناك هدفين سليمين من المفترض ان هما يحتسبوا الى منتخب غانا ولكن الحكم ما حسبهمش الهدف التاني اللي في الدقيقة 95 هدف صحيح 100% 100% ما فيهوش اي شك في اي حاجة ولكن يعني بغض النظر عن هذا الموضوع كل حاجة بكرة ان شاء الله في ايدنا المصريين كل حاجة بكرة في ايد منتخبنا الوطني هل يستطيع ان يفوز منتخبنا الوطني؟ هنتكلم دلوقتي فنيا وهنتكلم مع كابتن محمد يوسف فنيا عن هذه المباراة عملنا تقرير مع الجمهور بعد مباراة غانا او اغندا وغانا خلينا نطلع نشوف فرحة جمهور مصر بعد تعادل السلمي ما بين غانا واغندا ونرجع نكمل مع حضرة